الإجراءات دي كلها سهلت من أن أنا أقدر اشتكي بكل أريحي أقدر اشتكي من غير ما أخشى البطش زي ما حضرتك بتقول كمان في بعد آخر قد يكون المواطن ده مواطن بسيط الحال ما عندوش الإمكانية المادية أنه يتحرك ويتوجه لمقر نيابة موجودة في مكان بعيد عنه أو موجودة في مكان لسه هيسأل عليه ويدفع فلوس مواصلات أو يدفع مبالغ مالية فبالتالي أنا وفرت عليه الكلام ده أنه ممكن يعملها من تليفونه أو ممكن يعملها من البيت أو من أي حد عنده جهاز كمبيوتر أو موبايل بيخش حتى على الإنترنت بس الشكوى ممكن تكون من مواطن عادي مش لازم أكون موظف في الجهاز الإداري للدولة عشان أشتكي ده بالتأكيد لأن النيابة الإدارية وإن كان اختصاصها الجهاز الإداري للدولة بالأساس اللي هي التحقيقات التي تجريها في وقاعات الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة ولكن إحنا دايما بنقول إن إحنا اختصاصنا بيشمل 100 مليون مواطن ليه؟ لأن صحيح الجهاز الإداري للدولة عدد محدود ولكن بيتعامل مع كل الشعب المصري من أول حادث الميلاد اللي بيتم تسجيل شهادة الميلاد يعني من بداية عمر الإنسان لغاية شهادة الوفاء حضرتك بتتعامل بشكل يومي مع الجهاز الحكومي في مصر فبالتالي آه أي مواطن ده إحنا بنستقبل شكاوى المواطنين مش بس الجهات الحكومية بس بشرط إنها تكون شكاوى ضد هذه الجهات أو دخلة في اختصاص النيابة الإدارية عشان تبشر فيها التحقيق بمعنى إفن؟ يعني النيابة الإدارية زي مواطن حديك بتختص بالقطاع الحكومي وبالهيئات الحكومية مثلا لو في شكاوى ضد مستشفى خاص أو لو ضد أي شركة من شركات القطاع الخاص هنا النيابة الإدارية ما بتختصش بيها وبتحيلها النيابة لو جات لها شكاوى زي دي بتحيلها للجهة المختصة وبتختر الشاكي إن شكواك أحيلت لهذه الجهة لإن النيابة ليست دات اختصاص بالقطاع غير الحكومي طيب قد تكون هناك شكاوى كايدية ودوارك جدا إيه الأوراق اللي المفروض يقدمها الشخص هو بيشتكي عند حضاراتكم في الهيئة؟ تمام صحيح الملف بتاع الشكاوى كايدية ده ملف مهم جدا لإنه بيحصل ولكن ده مش معنى إن احنا بنوقف الشكاوى ولكن اللي بيحصل إن بيحصل له نوع من الفحص الدقيق في الأول عشان كده دايما النيابة الإدارية في تحقيقاتها آخر شخص بيتم استدعائه هو المتهم ليه؟ لإن الأول أنا ببتدي أفحص الوقع نفسها هل فيه مخالفات تستاهل إن احنا نبتدي نفتح تحقيق ولا لا فتحنا تحقيق أبتدي أشتغل في إجراءات التحقيق أجيب الشهود أستعين بلجان الخبرة أستعين بكل الأوراق والمستندات وتحفظ عليها لما تكتمل عندي الرؤية وتظهر فعلا الوقع ثبتة بجيب المتهم وابتدي أواجه بهذه الأدلة وأتيح له الفرصة الكاملة لإبداء دفاع عن نفسه بنعمل دليل عشان زي ما حيك بتقول لو الشكوى كيدية هي مش توصل للمتهم أنا مش توصل لمرحلة المتهم أنا من قبل المتهم ممكن أحفظ الشكوى أول ما حس أو يبنلي من ظاهر الأوراق أو من الفحص المبدئي إن ما فيش أي مخالفة وإن الموضوع موضوع كيدي فده إحنا بنعمله عشان كمان نحافظ على حق المتهم لأن النيابة كهيئة قضائية هي لازم تراعي ضمانات التحقيق القضائي اللي من ضمنها حق الدفاع للمتهم وحقه في إنه هو يواجه بالأدلة إذا كانت هناك شبهة اتهام منسوب إليه وإنه يبدي ما يرى من دفاع طيب إيه فندم هي صلاحيات النيابة الإدارية في التعاطي مع أي أزمة أو أي مشكلة تمام يعني إحنا حتى عندنا زي ما قلت لحداك إن إدارات مستحدثة زي وحدة الشكوى المركزية وزي إدارة الإعلام اللي أنا بقى أشرف برئاستها والجهات دي إدارة الإعلام مثلا ممكن تاخد وقعة تم نشرها في وسائل الإعلام لم يتم إبلاغ النيابة الإدارية بيها بشكل رسمي من جهة رقضائية أو رقابية أخرى وفي نفس الوقت لما فيش مواطن قدم شكه ولكن أنا رصدت وقعة حصلت قد تشكل فمة مخالفة فبقوم أنا برصدها من وسائل الإعلام بتواصل مع وسائل الإعلام اللي نشرتها حاول أوصل لأطراف الوقعة وأيد الوقعة عندي وابتدي أباشر التحقيق فيها فالنيابة الإدارية مش بس بتتلقى شكاوى المواطنين لا هي ممكن ابتداء تفتح تحقيقا إذا وجدت أو رصدت إحدى المخالفات أو الجرائم التي تختص بها النيابة الإدارية وبس بعد الاستيثاق طبعا من أركانها وبعد الوصول لأطرافها بنبتدي نباشر فيها التحقيق فزي مقول لحضراتك النيابة لها دور تلقي البلاغات وتلقي شكاوى المواطنين وفي نفس الوقت دور أكثر إيجابية بأنها بتصل هي إلى مرحلة أنها تفحص الشكاوى وتقيدها مباشرة وتحيلها للتحقيق طيب التعاون مع الجهات القضائية الأخرى تمام إزاي حضركم بقى بتنسأوه وتتعاونه تمام خاصة مع النيابة العامة بتكون أقرب حاجة لحضراتك صحيح يعني فيه تعاون على أعلى مستوى ما بين النيابة الإدارية والنيابة العامة سواء النيابة العامة في القضايا التي تحققها النيابة العامة وتنتهي فيها إلى إبلاغ النيابة الإدارية لمحاسبة الموظفين عن الشق الإداري اللي فيها أو الفساد الإداري اللي فيها أو أي ما يكون أو العكس أن النيابة الإدارية وهي بتحقق قد تجد أن المتهمين قد تورطوا في جرائم جنائية وفقا للقانون العقوبات المصري فبنتنتهي بالتحقيق بتاعها وبترسل صورة من مذكرة التصرف ومن المستندات وملف التحقيق إلى النيابة العامة تقول لها تفضلي حضراتكم اعملوا الشغل بتاعكم وبالتالي التنسيق بيبقى متبادل هما لما بيلاقوا حاجة تختص بها النيابة الإدارية فبيبعتونا وإحنا لما بيلاقي حاجة تختص بها النيابة العامة فبنبعت لهم ده غير طبعا التنسيق بيشمل العديد من الدورات التدريبية والعديد من اللقاءات المشتركة وقاليات تنسيق العمل بشكل دوري ويومي ومستمر تقريبا